تلقى قائد ريال مادريد الإسباني سيرخيو راموس خبرا سارا قبل مبارتي النادي الملكي أمام باير ميونيخ في نصف نهائي دور أبطال أوروبا فبعد نزول راموس إلى النفق خلال اللحظات الأخيرة لمباراة الريال ويوفينتوس على الرغم من أنه معاقب ويمنع عليه التواجد على أرضية الميدان ساد التخوف قلوب الجماهير الملكي من احتمالية غيابه في ذهاب نصف النهائي على غرار ما حدث مع تشابي ألونسو بعدما نزل لأرض الملعب في نهائي دور الأبطال عام 2014 مما أدى لإيقافه عن المباراة التالية لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عدم معاقبة راموس بعد تواجده في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبي استند في قراره إلى تقرير حكم المباراة الإنجليزي مايكل أوليفير الذي أكد أن راموس لم يصل أبدا إلى مستوى أرضية الميدان وبقي في الدرج المؤدي إلى الملعب وبعد مراجعة تقرير الحكم فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القضية مغلقة هذا وسيكون راموس جاهزا لخوض مبارتي النصف النهائي بعد استنفاذ عقوبة الغياب عن مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر